سيد طلال أبو غزيلا أهلا بك أهلا بك ما سمعت أن نكلم على كمبيوتر عربي في الحقيقة ساعدت أن نسمع أنه يمكن تكمل للثورات العربية أن نسمع أن الكمبيوتر ينتج في العالم العربي وأنه ننقلب من مستهلكين إلى مصنعين مثل هذه الأشياء أحكي لي الله خليك على قصة الكمبيوتر اللي أنتوا بصددوا القصة طويلة اختصارها أن أردنا أن ننتج لابتوب بأعلى المواصفات الدولية في فئته وهو منتج وإن كان اسمه عربي ودزاينه عربي وإنتاجه عربي إلا أنه منتج دولي تاجي طوب تاجي على اسم طلال أبو غزيلا فتاجي طوب هو موجود في السوق وليس مخصصا للمنطقة العربية بداية سنسوقه في المنطقة العربية لأن الهدف منه هدف غير ربحي بالمرة بالمرة زيرو يعني شو تكون التكلفة هنبيعه لأنه إحنا مش صنعتنا هاي مش شغلتنا هاي مش منتجين كمبيوتر إحنا مؤسسة معرفية كما بدأت في موضوع مجتمع المعرفية إحنا مؤسسة معرفية مختصة بتقديم الخدمات المعرفية وعندنا شركة متخصصة بتقنيت المعلومات والاتصالات وخدمات المهنية الأخرى وجدنا أن هناك حاجة في السوق إلى منتج رخيص ولكن ليس رخيص لأنه أدنى في المواصفات ووجدنا من الدراسة هو رخيص لأنه ما فيش مكساب ما فيش مارك عب ما فيش على الرم طبعا شو مصلحتي أنا أنه أعمل منتج منها مصالح عديدة أولا أني أعمل خدمة المجتمع وهذا واجب يشعرك بمسؤوليتك الكوربورت سوشل رسبورسيبليتي أيضا هذا يعطي اسم المؤسسة قيمة بأن تنتج جهاز لخدمة المجتمع بالتكلفة أيضا أستطيع أن أنتجه بما يناسب احتياجات المجتمع العربي طيب احتياجات المجتمع العربي النهاردة في مشاكل اقتصادية كثيرة في مشاكل تعليم في ناحية لا تعرفش تقرب من الكمبيوتر أحسنت أنا بالعكس أنا لأنه في مشاكل تعليم هذا الكمبيوتر هذا الكمبيوتر سيصبح ومخصص لهذا بالإضافة إلى استعماله العام من قبلك ومن قبل الخبراء مثلك هذا سيصبح أداة التعلم للطالب لا يحتاج إلى كتب ولا دفاتر كيف ولا مراجع سيكون محملا بالكتب الآن هو محمل ببرامج تشغيله مايكروسوف وأيضا محمل بقواميس محمل بمواد تعليمية محمل ببرنامج لتعليم استعمال تقنية المعلومات والاتصالات سيحمل عليه أيضا لكل صف المادة الدراسية اللي لازمة فالطالب ليس محتاج يحمل شنطة وعليها كتب على ظهره هناك اتفائيات مع الدول المختلفة أنك توصلوا الكمبيوتر للمدارس بدون بروفيتس يعني لا ينباع بالشارع ونذهب على طول للمدارس للمدارس الآن لدينا عدة طلبات من مدارس وجامعات ووزارات وحتى مؤسسات أمنية تحتاج كم دول العربية نحن سنوزح في كل الدول العربية بدون استثناء في خارج الدول العربية لن يباع بدون ربح لأن هذا خدمة مجتمع في المنطقة العربية في خارج العالم العربي سيكون سعره في السوق المهم في أنه أساسا وإن كان استعمال العام هو أداة كاملة للتعليم من خلاله الطالب يسجل للدراسة يدفع قصته يدرس مادته يعمل فحصه وبالتالي نحن سنقدم هذا الجهاز ليدخل الطلب من أول سنة دراسية إلى عالم المعرفة عندكم مشاريع مستقبلية تطوير الجهاز تقنية هذا الجهاز سيستمر هذا الميزة أن المنتج هو مؤسستنا نحن مش منتج تجاري وليست مؤسسة رؤوس أموال نحن مؤسسة مهنية فتطويره هذا الآن اللي أمامك مثلا 1.8 ميجا هرز جيجا هرز مزبوط جيجا هرز اللي جاي سيكون 2.4 الانتاج القادم وهكذا يعني الانتاج المستمر سيكون فيه التحديث المستمر لأحدث ما وصلت إليه التقنية في العالم طب والبرامج ليس موجودة في أي مكان تاني أنا حصرية لكم البرامج الموجودة على الكمبيوتر موجودة ولكن ليست مجمعة بجهاز واحد مثل هذا والبرامج المخصصة للتعليم طبعا مش موجودة لكل مستوى تعليمي لكل فئة عمرية مثلا فالطالب عندما يدخل الصف الخامس ابتدائي مثلا ما هي الكتب المطلوبة منه بتكون محملة على البرنامج عندما يسجل يستلم الجهاز وعليه الكتب وداد جهاز بمملوك للمدرسة المدرسة التشتري المدارس الآن أغلبها خصوص المدارس الدرجة الأولى تشتري الجهاز وتعطيه للطالب ضمن رسوم التسجيل لأنه يريد أن يفرض على الطالب أن يكون طالب معرفي هذا طبعا شيء إضافة كبيرة جدا شيد طلال أبو غزالة أنا شكرا جزيلا الموضوع هام جدا نشكر زيارتك اليوم أنا أشكر استضافتكم واهتمامكم بالمعرفة في الوطن العربي نحتم بالمواضيع الهامة هذا ما في شك هذا دليل على ذلك شكرا لك